دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم نائب رئيس حزب الجيد أحد القيادات الشهيرة للغاية داخل الحزب يتحدث ويشير إلى أنه يرفض رفضا قاطعا مسألة ترشيح كمالك لتشدار أولو وأن هناك حالة من حالات الغضب الكبيرة داخل حزب الجيد هذا الحزب الذي تترقصه السيدة ميرال أكشنار التي تلقب بالمرأة الحديدية أو بزوجة زئب حتى رأينا بالأمس ألف عضو من المنتمين لحزب الجيد يعلنون استقالاتهم من الحزب وينضمون لحزب العدالة والتنمية أو الأكبرتي باللغة التركية الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان وكان ضربة قوية من قبل أردوغان بأن يلتقط صورة اسكارية مع هؤلاء الأعضاء بعد إعلان انضمامهم لحزب العدالة والتنمية وتركهم لحزب الجيد تحدثوا مع أردوغان وأشاروا إليه إلى أن حزب الجيد الآن ينهار بعد إعلان ميرال أكشنار عن دعمها لكليتشدار أغلو برغم من هذه الخلافات القوية داخل الحزب جراء هذه المسألة وكان لديها حالة كبيرة من التردد هل تواصل الانضمام والتحالف مع أحزاب الطاولة السوداسية أم تنسحب لكن في النهاية هي رأت بأن تدعم كليتشدار أغلو على مضض والمشاهد التي تم التقطها خلال المؤتمرات الصحفية الأخيرة تكشف عن هذا الأمر وعن حجم الخلافات الكبيرة داخل أحزاب الطاولة السوداسية فيما تعلق بموقف حزب الجيد وفيما تعلق أيضا بتعارض وجهات النظر إزاء كثير من القضايا منها مثلا اللاجئين السوريين يعني أحمد داود أغلو وعلي بابجان ليس لديهم أي مشاكل مع وجود اللاجئين السوريين في تركيا لكن بقية الأحزاب المنضمة داخل هذا التحالف ترفض وجود اللاجئين السوريين بل هناك تعهد من قبل كليتشدار أغلو بيعني طرد اللاجئين السوريين في غضون عامين فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة